السلام عليكم ورحمة الله اليوم ان شاء الله سنرى الكلاز ومثلات نبدأ على بركة الله أول شيء سوف نفكر الكلام كيف عقلين قدمت أنا في الكلاز Person كانت عندي واحد الكلاز في الكود الذي هو الكلاز Person هذا الكلاز Person لم أستعملتها استعملتها غير في الغيطات لذلك تحتاجها غير في الغيطات لا تحتاجة تنظر New Person سوف أعبركم كود دابا هنا أين تحتاجنا Person لا يوجد هنا أي شيء مثل New Person ولكن يجب أن نرى هذا القابل السودون يأخذ من Person وصالارياء يأخذ من Person وديريكتور يأخذ من صالارياء يأخذ من Person لذلك في الكلاز التي تحتاجها في الغيطات كم يأخذ من Person بطريقة غير مباشرة ولكن لا أستعملتها لا أستعملتها هذا New Person لا أستعملتها لا أستعملتها في مرة أخرى كم يأخذ من هذا القابل يأخذ من الموضيليات يأخذ من أجل الكلاز التي تجربة في كلامه وفي هذا القابل الهدف والسالارياء والديريكتور يأخذ من Person لكن في الابتكار لا أحتاج إلى تشاركة Person هنا نعمل بالكلاس Abstract وكلاس بالكلاس هي أحد الكلاس التي نعملها وليس في الغيطات ولكن لا أستعملها ونعملها New Person صحيح؟ هذا البرنسيب ربصات الكثير لذلك Class Abstract هي أحد الكلاس التي نحتاجها في الغيطات ولكن لا نحتاجها نعملها 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 قلنا Class Abstract كانت لتشاركة في الغيطات يعني نعملها غير الغيطات وليس شيء أخرى لا يمكن أن نعملها نعملها يعني لا يمكن أن نعمل ولكنل نعملها ولم نعملها على Uاملها نعملها إذا كنت نعملها وعندماowy نعملها 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 سوف نعمل لنا ولكن إذا أريد أن نعمل لنا لا سوف نعمل لنا كيف سنفرق بين class عادية و class abstract بالنسبة للclass العادية نعمل class person و ندخل الداخل و نعمل ذلك ولكن بالنسبة للclass abstract سنصبقها بهذا الموكل abstract إذا رأيت abstract class عارفوا رغم خدمين class abstract هذا ما كان بالنسبة للclass abstract سوف ندخل هذا بشوية ندخل هذا الميثود abstract الميثود abstract هي واحد الميثود التي لا يكون لها القلب دياله الميثود الميثود black code إذا قلنا class abstract يعني class لا نستطيع أن ندخلها لا نستطيع أن ندخلها لا نستطيع أن ندخلها ولا ندخلها على الميثود abstract هي واحد الميثود التي لا يوجد الكود ندخل فقط abstract public private function function start مثلا في هذه الحالة نعمل 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 لديك هؤلاء تنظيف الميثود النظام الميثود التنظيف هذه هي مثل نتطيع مثل مثل نعرف مثل أن نرى البروية لكي نعرف ماذا هذا الشيء الذي ترون هنا هم deform geometric بالنسبة للform geometric نستطيع التقوير المربع المستطيل الدائرة المثلاث هذا هو deform geometric ويمكن أن نضغط نحاول أن نرى غير هذه الثلاثة ونخطمها اليوم إذا جئنا للموديلزات كل شيء سيقول لي بالذي ستكون لديه كلاس form geometric اسميها مثلا class form عندي كلاس اسمها form هي form geometric ووستعكي في العادة يكون عندي ماتود ماتود نبدأ بالماتود إذا رأينا الحواج الذي تعوده هنا في هذا الشيء كامل سنستطيع أن نضغط نضغط على السخفات وقع هذا الفرم لديهم السخفات ولكن نضغط على السخفات المربع الطريقة الحساب المساحة المربع ما هي نفس الطريقة الدائرة؟ لا ما هي نفس الطريقة المدلات؟ لا يعني كل شخص لديه طريقة كيف يعمل إذا قلتوا في السخفات أخبرتكم polymorphism قدروا هنا نعمل polymorphism وصافي نعمل ذلك ما من الأحسن نعمل ب labstraction نعمل ب polymorphism كان ذلك نعمل ب polymorphism نعمل نعمل وهو عندما نريد نعمل الأمور من الأحسن نعمل ب abstraction نعمل l'abstraction de method يعني إذا نرى سأجدوا كل واحدة من هذه فرم جيومتريك عندها في السخفات كل واحدة عندها السخفات الطريقة الحساب السخفات نعمل نعمل هنا ستكون لديه السخفات المربع الدائرة المثلث ولكن نعمل فرم جيومتريك في السخفات يعني هنا سأجدوا فونكسون اسمها surface السخفة المساحة هذه الفونكسون التي لديها إذا كنت لكم كيف نكالكول السخفات الجيومتريك كل شيء ستتفق لأحدث السخفات المساحة 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 ستبدأ إذا كان مربع سأجدوا أن نتركها ولكن الفون الجيومتريك في واحدة هنا سأجدوا New Form سأجدوا مثلا New Rectangle مثلا New Circle New Triangle ولكن New Form لا يقلوا ما هي New Form لا يعني التحاجة هنا سأجدوا Abstraction من الـ Class لأن هذا الـ Form مع المساحة سأجدوا إلى الـ Instanciation حتى بالنسبة لي Form لا يعني التحاجة مثل لا يعني التحاجة سأجدها في الغيطاج و أجدوا أجدوا في الغيطاج و أجدوا سأجدوا الموديلزة Form Rectangle و Circle سأجدوا ثلاثة وعلى Circle Rectangle و Form سأجدنا نجدنا و نصبح نوضسية و نسما أسنعها Abstract الآن و سأجد و رأيس و المه ثلاثة سأجد و المه ثلاثة و المه ثلاثة و المه ثلاثة أول ما بالمثبت سيكون إبدا عني أمثبت 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 الذي ستبدأ بالمرباع و بالمثلاث و بالدائرة و بين أي شكل تبدو امثبت أمثبت كيف نفعله؟ نفعل abstrac و بعد نتجنع أي شيئ مثل العادة في الواضع public function surface أجد يمكننا أن نفعل بهذا الحلقة أعطي أيضا لفنكسيون لا يمكنك لا تخدم لها هذه الطريقة عندما نعمل بأبستراكت كيف سوف نقوم بإمكانه مثل لديكلاراسون الاسمية و البرامتر نقوم بـ .verg هذه هي الطريقة كيف سنقوم بإمكانه بإمكانه أبستراكت الآن سوف ترى معي هذه الفرصة هنا وسوف تفهموا ما لديه أرى هنا في الكتاب لا يمكنك أن نعمل بإمكانه بإمكانه أبستراكت إلا في حالة واحدة إذا كانت لدي الكلاس حتى هي أبستراكت يعني إذا تريد أن تعمل فنكسيون أبستراكت أو المثال أبستراكت الكلاس ضروري يجب أن تكون أبستراكت 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 صحيح؟ الآن لا يبدو أن يبدو أن يظهر لديكلاس أبستراكت تريد كلاس أبستراكت سوف نحاول إنستانسية هنا ونرى ماذا سيحدث نقوم بإمكانه فورم تقوم بإمكانه New Form نقوم بإمكانه نقوم بإمكانه ونعطي ونعطي src slash abstract slash form ونقوم بإمكانه ونقوم بإمكانه أرى ماذا سيحدث لديك ماذا قال له أقوم بإمكانه ونقوم بإمكانه هنا لدي مشكل form وهذه ونقوم بإمكانه actualize هذا لا يمكن أن تستانسي أبستراكت أولا أنا لديك أبستراكت كيف قلنا قبلة لا أستطيع أن نقوم بإمكانه الإنستانسيات يعني حتى تأتي هنا ونقوم بإمكانه أبستراكت أبستراكت أخير أخير نستطيع أن تستطيع أن تستطيع حاجات ميتانيو هذه الأسابة تضع في التركيز أو في examen يقولك كيف صحيح وكيف أبستر وكيف أبستراك ويضعك أبستراك يأتي لك نقوم بإمكانه أخطأ لن يمكن أن تعمل نقوم بإمكانه وإمكانك إذا كان لديك أبستراك ذلك أرى أن تكون هذه الأسابة أريد أن نقوم نقوم بإمكانه نسميها مثلا Rectangle صحيح Rectangle سنقوم بعمل الهيئة يعني سنقوم بعمل الهيئة منه من Class Form اذا قام بعملها Error سنقوم بعمل Require و سنقوم بعمل سنقوم بعمل New New Rectangle بعمل سنقوم بعمل Form New Rectangle سنقوم بعمل ما سيقوم بعمل و الشيء بالمثور سنقوم بعمل فهو تجد مهما سنقوم بعمل ونصحبها ولا يمكن أن نقوم بعمل إذا لم تكن لديها من المساة يعني سنقوم بعمل نعمل بهذه الفنكسيون Class Abstract نعمل في هذه القادية يجب أن نعمل الميثود الذي يكون في قائل الولاد في Class Form يجب أن نعملها Abstract ويجب أن نعمل في Form يجب أن يدفعون هذا الميثود نعمل في في بارتة لكي نرى السالارياء كنا نقدره هنا في السالارياء مثلا نعمل هذه أو Abstract المشكلة التي كان لديه هو أن هذه السالارياء نعمل بها نعمل بها لذلك ستكون Abstract نعمل نرجع لنا وهو Rectangle يجب أن ندفع كيف سنعمل كيف سنعمل نسمى Public Function نقوم بها نقوم بها نقوم بها ونقوم بها ونقوم بها ونقوم بها ونقوم بها إذا كنت ترى الرسمية مثلا لا يوجد أن يقول لا سيكون هذا هذا الذي نقوم بها الذي نقوم بها وهذا هو Surface هنا إذا نريد أن نقوم بها على فرم جيومتري وهو Rectangle وهو المستطيل ستجد أن تكون لدي فاريابة في Author لدي لتكون لدي invariable كورة الارج الزج الألج هنا سنجد للمساحة Surface ما سنقوم بها ما هي المساحة المستطيل الشكل الطول في العرض هل طول هنا المساحة المستطيل ما سنقوم بها RETURN This Outer DROBA This Larger صحيح؟ هنا تساوي كتساليل لنا الفرصي Rectangle قدرنا للمساحة نعم؟ نعمل إلى Class Circle هنا سوف يكيف العادة نعمل Class Circle هذه Class Circle لكي تقوم بعمل فرم جيومتري سوف نغير من فرم لذلك لدينا فرم لكي نعمل في Class Form سوف نقوم بعمل نحن نحن في نفس النبو لذلك نستطيع أن نقوم بعمل Form.php ثم لو أريد أن نعمل Class Circle نقوم بعمل index.php أول شيء سوف نقوم بعمل نقوم بعمل Class ثاني شيء نستطيع أن نقوم بعمل Circle نسميها مثلا Circle ونقوم بعمل ونقوم بعمل نفس الشيء الذي يجب أن تختم بالSurface إذا لم تكن بالSurface لا تدعم هذا البرج يجب أن نقوم بعمل لذلك نعمل 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 يمكن أن نقوم بعمل كيف أفضل أنقوم بعمل علاء وغير ما هي أفضل بعد نقوم بتـ خصوص سيقوم بعمل عن ومن بعد نقوم بتـ والدولار السراء بعمل هذا ما سنحتاج بعد بالنسبة للسخاف الدائرة ماذا هي ؟ لماذا رأينا هذا النهار الذي أعقلتم ؟ سنضرب surface ماذا ستساوي ؟ شعاع ماذا هو هذا ؟ مضرب شعاع ماذا هي شعاع اس اثنان ماذا سنضرب سنضربها في بي كل مرة في السرق تقريبكم بي كرينا كونسطانس و كرينا ستاتيك هنا سأقول لكم بذلك كانت واحدة فونكسيون سنضربها بي ستستطيع الترجع لي بالفعل بي و بذلك كانت نضرب كونسطانس ماذا هي ؟ نضرب بي سنضرب بي نضرب م بي م بي ماذا هي هذه ؟ سواء نعمل بهذا سواء نعمل بي و من الأحسن نعمل بكونسطانس حتى يبقى مالي رابيد في الخدمة أحسن من فونكسيون ماذا ؟ هذه هي لسخفاص إذا جئت هنا نضرب this surface سأقوم بي هنا قال toFueArgument toFunctionCircleConstruct و سأقوم بي ماذا بالindex.php و نعطي هنا شعاع الذي مثلا هو خمسة شعاع للدائرة هنا سأقوم بي كل شيء خطان إذا جئت هنا نضرب لسخفاص سأقوم بي سأقوم بي سأقوم بي لسخفاص لسخفاص لدائرة سأقوم بي هذه Abstraction بالنسبة لل Abstraction سأقوم بي واحدة واحدة نضربها بحلقة لذلك لا نستطيع نضربها نضربها هذا ما الذي كان في Abstraction أو في Class هو Method Abstract سأقوم بإنشاء الله لسيانس لكي نخدمه على الـ Party أن تغفظ دمتم في أمان الله